أهلا بكم دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مجلس النواب إلى النظر في طلب استقالته وحكومته خلال الجلسة المقبلة وأشار عبد المهدي إلى أن الحكومة بذلت ما في وصعها للاستجابة لمطالب الاحتجاجات كما طالب عبد المهدي أعضاء حكومته بمواصلة عملهم حتى تشكيل الحكومة الجديدة ووافق مجلس الوزراء على استقالة كل من مدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الحكومة الدينية العليا وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالة من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة لمجملها لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتله سيكون حريصا على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية لذلك أرجو من مجلسكم الموقر إكمال إجراءات منحة ثقة إلى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة من جهة أخرى طالب رئيس التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر باختيار رئيس جديد للحكومة في العراق عن طريق الاستفتاء الشعبي وأكد الصدر في بيان له أن استقالة عبد المهدي لا تعني نهاية الفساد مقترحا أن يكون ترشيح رئيس الوزراء المقبل عبر استفتاء شعبي حول خمسة مرشحين كما اقترح الصدر أن يختار رئيس الوزراء الجديد أعضاء حكومته بعيدا عن الأحزاب والتكتلات والميليشيات وشدد الصدر على أن يتم العمل على تأسيس مجلس لمكافحة الفساد وضرورة أن تمنح الدول الصديقة وغيرها العراقيين الفرصة لتقرير مصيرهم ومعنا مرسلنا من بغداد طارق ماهر طارق يعني ضعنا في الصورة عن هذه الاستقالات أو الإقالات داخل هذه الحكومة التي تستعد للاستقالة كمال بعد 24 ساعة من بيان مكتب رئيس الوزراء أكد رئيس الوزراء بنفسه اليوم قراره الشخصي بالتنحي عبر الاستقالة التي قال بأنه سيقدمها إلى البرلمان العراقي في جلسته التي ستعقد غدا هذه الجلسة الطارئة سيتم فيها مناقشة هذه الاستقالة ثم التصويت عليها بالأغلبية العددية التي يشترطها النظام الداخلي للبرلمان العراقي والتي تقدر ب 166 نائبا الدستور العراقي نص على أن تبقى الحكومة الحالية المستقيلة حتى 15 يوما أخرى تحت عنوان حكومة تصريف أعمال يليها التوافق أو الاتفاق المنتظر بين زعماء الأحزاب المتنفذة والتي تعد في العراق بـ 12 حزبا هذه الأحزاب هي من تصنع القرار السياسي في العراق وبالتالي انهمك هؤلاء الزعماء في الاجتماعات منذ ليلة أمس بحثا عن اسم يتم التوافق أو الاتفاق عليه لتشكيل الحكومة المقبلة أو على الأقل لخلافة رئيس الوزراء الحالي بحكومته الحالية أريد أن أسألك إن كان بعد استقالة المنتظرة لحكومة عبد المهدي هناك تبعات بمعنى هناك محاسبة على الطريقة التي أدارت بها الحكومة مواجهة الحراك العراقي في الشارع حتى الآن كمال هذا الكلام يدور بين المتظاهرين فقط ولم يتم ذكره أو الإشارة إليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على التوالي وبالتالي القرار الذي صدر اليوم من مجلس القضاء الأعلى قد يوضح أو يشير أو يلمح إلى إمكانية محاسبة من تسببوا بحمام الدم أو المجزرة التي حدثت في محافظتي الناصرية جنوبا والنجف في الفرات الأوسط هذا يعني بأن هذه الإمكانية، إمكانية المحاسبة واردة لكن بالتأكيد بعد التصويت النيابي على قرار استقالة عادل عبد المهدي بصفته رئيسا للوزراء طارق ماهر مرسلنا في بغداد شكرا جزيلا لك ميدانيا امتدت الاحتجاجات الشعبية في العراق إلى محافظات الأنبار ونينوى وكاركوك ذات الغالبية السنية لدعم التظاهرات الكبرى في الوسط والجنوب وخرج المئات من المتظاهرين في مسيرات ليلية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار في اعتصام مساند لتظاهرات محافظات وسط وجنوب البلد ونددت الاحتجاجات بعملية القتل الجماعي في ذيقار والنجف ودعت إلى عسيان مدني في جميع مؤسسات الدولة بدءا من يوم غد حتى تحقيق مطالب الحراب وفي المحافظات الجنوبية شيع المحتجون ضحايا الاحتجاجات كما أعلن الحداد لثلاثة أيام في عدد من المدن الجنوبية ويأتي هذا في وقت تواصل فيه الاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى غضب رافق تشييع جثامين ضحايا الاحتجاجات في النجف عاصمة القرار الديني وسط مطالبات بالقصاص من القتلة على مقربة من مجسر ثورة العشرين سمعت أصوات رصاص الملثمين تفرق المحتجون بحثا عن جدار يحتمون به في الناصرية عاد الرصاص الحي ومعه حامت نذر الموت حول رؤوس المحتجين بعدما أبعدت قوات الأمن هابه الجموعة عن الشطر الجنوبي للمدينة حيث امتزجت رائحة البارود بالدم حشود غاضبة تهتف في البصرة غير آبهة بإعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي عزمه تقديم الاستقالة من منصبه فالأحزاب ما تزال تحكم المشهد السياسي كما يقولون هم واهمين إذا يعتبرون عادل عبد المهدي كبش يضحون به والشعب راح ينسحب الشعب مستمر وتظاهراتنا السلمية مستمرة حتى تغيير المنظومة اللي جابت عادل عبد المهدي فيما تتواصل الاحتجاجات في العاصمة بغداد للأسبوع الخامس على التوالي للاحتجاجات وجهاني في العاصمة بغداد الهدوء يعمو ساحة التحرير معقل الاحتجاجات فيما تسجل المواجهات مع قوات الأمن مزيدا من الضحايا على بعد كيلومترات حيث جسر الأحرار هذا ما يدور في شارع الرشيد مواجهات ومناوشات خلف هذه الجدران الإسمنتية التي تفصل بين المحتجين وقوات الأمن وبحجة الاحتفال بفوز المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي نزل إلى الشوارع أهالي الفلوجة للتضامن مع الاحتجاجات ضد الحكومة واستنكارا لاستخدام السلطات للعنف المفرط في قمع الاحتجاجات بمرور الأيام بات عامل الوقت الذي عولت عليه الحكومة لأسابيع مضت يصب في صالح المحتجين ومعه تزداد رقعة الاحتجاجات وضغطها على الحكومة والبرلمان والأحزاب المتنفذة التي تقف خلفهما طارق ماهر العربي بغداد أفاد مصدر أمني في محافظة كاركوك شمال العراق أن 16 مدنيا أصيبوا على الأقل بسلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت وسط المدينة وأوضح المصدر أن ثلاثة تفجيرات بقنابلة صوتية استهدفت شارع أطلس وجسر الرشيد ومنطقة دوميز وسط المدينة وأكد المصدر أن السلطات العراقية فرضت طوقا أمنيا حول مواقع التفجير بينما لم تعلن حتى الآن عن الجهة التي تقف وراء هذه التفجيرات وينضم إلينا من بغداد الدكتور ياسين البكري أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين دكتور ياسين سؤالي لك يحتمل صغتين لماذا تنضم مناطق الشمال والغرب الآن إلى الحراك بعد شهرين من بدءه وبصيغة أخرى لماذا تأخرت أصلا وهي تعاني ما تعانيه مثل الجنوب وربما أكثر شكرا جزيلا فهمت الشق الأول من السؤال الشق الثاني لم يكن الصوت واضحا إذا قضيت أنه لماذا تأخرت محافظات لمدة شهرين أعتقد أنه كانت هناك الكثير من المخاوف أنه يفهمون أهالي هذه المناطق أنه أي حراك تظاهرات ممكن أن يتهمون بأنه يكونون من أطراف داعش دعشنة هذه التظاهرات ولاحظنا هذه القطية في فترات سابقة والانهيارات الأمنية التي لحقت تظاهرات واحتجاجات أهالي هذه المناطق تحديدا الأنبار وخيم الاعتصامات في 2013 والنتائج كانت معروفة أنه مناطق نينوى الأنبار وصلاح الدين قد دمرت بشكل شبه كامل في هذه الأحداث دخول داعش وتحرير هذه المناطق أعتقد أنه أهالي هذه المناطق نعم كانوا يتخوفون بأن يتهمون بأنهم يحاولون مرة أخرى إعادة هذه المجموعات الإرهابية إلى العراق ومن هنا تأخروا لكن هذا لا يعني أنه التأييد تأييد هذه التظاهرات كان بعيدا عن هذه المناطق لأن هناك ممثلين لهذه المناطق في ساحة التحرير في بغداد بمعنى أنهم نقلوا صوتهم إلى بغداد يعني تريد القول الآن أن ما يحدث الآن في محافظات الشمال والغرب هو تحرك عفوي ربما مدفوع الآن بتأثير من الجنوب أم يمكن القول أن هناك تنسيقنا ما بين منظمي الاحتجاجات حاليا في العراق العفوية كانت أعتقد أنه موجودة في داخل ساحة التحرير هل أنه هناك تنسيق أعتقد أنه هناك أيضا مخاوف في هذا الجانب احتمالية التنسيق موجودة في هذه اللحظة لكن حتى تنسيقيات ساحة التحرير يعني تتخوف أن يكون هناك حراك في هذه المناطق تحديدا الفلوجة والأنبار نفهم أن المخاوف الأمنية ما زالت قائمة الأحداث في سوريا والحدود مع سوريا تشهد نوعا ما بعض الخروقات وبالتالي أنه ممكن أي حراك في هذه المحافظات ممكن أن ينقلب بشكل سلبي هذا التوجه موجود وهذا الحراك الذي قام حاليا الآن في بعض المناطق هل يمكن القول أن يحاول أن يشارك بشكل أو بآخر أن أسباب التخوفات زالت الآن عفوا في الحراك القائم حاليا في بعض المناطق في الشمال والغرب هل يمكن القول أن أسباب التخوفات زالت تماما الآن لا لا في تصوري لم تزل الأسباب التخوفات ومع ذلك كان هناك عتب كبير من قبل بعض الأطراف في محافظات الوسط والجنوب أن المحافظات السنية ما زالت قائمة ففي تصوري أنه في هذه اللحظة أكو مكاسب معينة وبالتالي يحاول أبناء المحافظات السنية أن يشاركوا أو أن يقدموا الدليل على أنهم مضمن هذا الحراك وليسوا بعيدين عليه مع ذلك هناك محاولة اليوم لاتهام هذه التظاهرات أو النية بالتظاهرات في أنها تحاول أن تركب جهود أبناء الوسط والجنوب في هذه اللحظة بعد أنه بدأت ثمار التظاهرات بدأت تنضج أيضا هناك هذه الاتهامات وهذه التلميحات على الأقل في وسائل التواصل الاجتماعي الحالة أعتقد أنه تقبل أكثر من احتمال في هذه اللحظة نعم شكرا جزيلا لك دكتور ياسين البكري المحلل السياسي وأسادة العلوم السياسية في جامعة النهرين حدثتنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر